السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نرى في هذا الفيديو إن شاء الله طريقة تغيير الخلفية الخضراء بواسطة برنامج فيلم را 9 إذن كما تلاحظون قمت بجلب مجموعة من النماذج وأيضا قمت بتصوير فيديو على شاشة خضراء هذه الشاشة يكفي أن يكون توب أخضر أو توب أزرق ومن المفضل توب الأخضر أضيفه من هنا أمبورتي ميديا فايل ثم يوجهني إلى المكان الذي يوجد فيه الفيديو أو الصورة على حاسوبه إذن سوف أضيف أول شيء سوف أضيف الخلفية التي أريد كما تلاحظون هاي هنا في الشارط المخصص للفيديو الأول ثم أضيف الفيديو هنا في الأعلى ثم أقوم بضغطتين على الفيديو ضغطتين كما تلاحظون ثم تصعد هذه اللوحة المفاتيح سوف أضغط على كروما كاي تلاحظون أن الخلفية تغيرت سوف أقوم بتوضيح الخلفية من هذه المفاتيح كما تلاحظون أقوم بجموع بالتعديلات على الظل على الخلفية حتى تظهر بوضوح ثم أضغط على أوكي فالطريقة فهي سهلة جداً أو أختار مثلاً نموذج آخر مثلاً إذا أردت في النصف الفيديو أن أغير هذه الخلفية إلى خلفية أخرى مثلاً كما تلاحظون خلفيتين في فيديو واحد سوف أقوم بتشغيله أنتم الآن لاحظتم الخلفية الأولى ثم الخلفية الثانية إذا الطريقة فهي سهلة جداً أول شي نضع الخلفية التي نولد في الأول ثم الفيديو ضغطتين على الفيديو ثم نفعل كروما كي ثم أعدل هذه التغييرات حتى تتضح الرؤية الكاملة أو الجيدة للفيديو وأقوم بالضغط على أوكي وشكراً جزيلاً لكم وبالتوفيق للجميع